السعودية ده أقصى مكان يمكن أن تقدمه في البطولة لأسباب تتعلق بالقوة شخصيا بتاعت المنتخب ولأسباب تتعلق بالحظ السيء فيما يخص الإصابات الحظ السيء فيما يخص الإصابات ضرب المنتخب السعودي في مقتل في بعض اللاعبين اللي يصنفوا من اللعيبة اللي ملهاش بودلاء على مستوى نفسه من الكفاءة في مقاعد بودلاء أورفيرينار الحاجة الثانية أن ده آخر الكفاسيتي بتاعت المنتخب السعودي في مشهد يذكرنا بمنتخب مصر في كاس القراط تعالوا نفكر في المعلومة مصر أوحت مع البرازيل العمل في ماتش جامد أوحت مع إيطاليا وكسبت إيطاليا لما وصلت الماتش أمريكا كانت منهارة بدنيا وكانت خسرت رجالة كتير جدا على مستوى الإصابات فدخلت المباراة بتاعت أمريكا وهي مطالبة تخسر 2-0 بس كتش قادرة توقف عن رجلها خلاص فخسرت أكتر من كتا المخزون البدني بتاع اللاعب العربي بشكل عام مش مرتفع ودي واحدة من النقاط السلبية اللي عندنا لأن الكرة السعودية أصبحت أسرع في الإقاع ووجود حكام أجانب في الدوري السعودي اللي هو يعتبر أفضل دوري في الوطن العربي زود في قدرة اللاعب السعوديين على اللعب بسرعة أفضل لكن اللي يقى البدنية ومخزون اللي يقى البدنية هو شيء آخر هو يتعلق أكتر بالحياة الاحترافية اللي هي فيها انضباط أكتر بكتير في أوروبا مننا في الوطن العربي فهي مسألة قدرة في النهاية هي اللي وقفت قدام إن المنتخب السعودي يوصل أبعد من كده في كاس العالم وللأسف كمان إنك ارتفعت توقعات جدا على المنتخب السعودي بعد الماتش بتاع المنتخب الأرجنتيني فمنتخب بولندا نزل يلعب جيم دفاعي ومنتخب بولندا لعب بي أربعة أربعة أثنين علشان خطر يلعب على العمق السعودي والسعودية بتحاول تلعب بارتكاز واحد بس أربعة واحد أربعة واحد فلعب إنه تحط اثنين من اللعيبة تزق السعودية الوراس كانت عايزة تزق نفسها لقدام ففضل فيه دائما اثنين لعيبة عندهم مساحات يقدروا يضربوك منها واحد منهم روبرت لفندوفسكي التاني مالك فانت بتكلم في أسماء كبيرة وأسماء عندها إمكانيات كويسة فانت وقفت الند للند قدام بولندا وتغلبت تكتيكيا والنهاردة قدام المكسيك وتغلبت لسبب رئيسي وهو انهيار الليقة البدنية عند اللاعبين والسبب الثاني كان مرتبطا بالإصابات التي ضربت أغلب لعبي المنتخب السعودي السبب الثالث تكتيكي خلينا نترك سوا كده على اللي حصل في المباراة ونشوف تكتيكيا إيه اللي حصل في أرض الملعب تعالوا أن نتطرد المنتخب السعودي هو المنتخب الأخضر أنا حتى مختار له حارس أخضر بس مش معيه بقيت الأوسطيط الخضر فمعلش يستحملوني المنتخب السعودي لعب ثلاثة مدافعين في بداية المباراة ليه هو أولا كان عايز يقل المساح تجاري ليه لعبت المنتخب السعودي علشان هو شايف اللاقة البدنية قليلة للفريق أو أن فيه انخفاض في مستوى اللاعبين على المستوى البدني وما كانش فيه وقت كافي للإستشفى بتاعه الحاجة الثانية أن السعودية في المباراة بولندا ضربت في التحولات زي ما اتفقنا بالسبب ده ما كان بتلعب اربعة واحد اربعة واحد فلعيبة الاثنين دول كانوا بيروحوا موقف واحد على واحد على المدافعين فارفيرينار فكر أنه ما يخليش الموقف يتكرر مرة تانية لأن المكسيك بتلعب حاجة مشابه الحاجة الثالثة أن المكسيك لو افترضنا أن هي الأزرق فالمكسيك بتلعب بتلاتة مدافعين برضو وعندها الفكرة بتاعة طيران زهراري الجنب فهو كان عايز يخلي الزاهرين يقابلوا بعض عشان ما يحصلش تحولات يعني لو بمعنى إيه لو المنتخب السعودي بيلعب اربعة واحد اربعة واحد زي العادي بتاعه اربعة واحد هذه الفرقة بشكل عام كده فأنت هنا بتتكلم في إن الظهير هو اللي هيقابل الجناح الظهير هو اللي هيقابل الجناح فالرجل ده عنده مساحة يدخل فيها للعمق لو دخل بيك ده للعمق فأنت عندك مساحة هنا فبالتالي المنتخب السعودي يتضرب طيب تعالوا نعمل حيلة تانية ونخط سنتر باك تالت ليه علشان خط الرجل ده يقابل الرجل ده والرجل ده يقابل الرجل ده فالرجل ده يبقى عنده حرية ان هو يقابل الرجل ده والرجل ده يبقى عنده حرية يقابل الرجل ده ويبقى عندي وينجين عندهم قدرة على الطيران المنتخب السعودي نجح في ده تماما أول عشر دقائق المنتخب السعودي لعب في يد والطريقة دي اكتشف ان عنده قزمة كبيرة جدا في العمر اكتشف ان لعبتالسعودية لما بتطلع بالشكل ده أول ما الرجل اللوزانو بيستلم الكرة في المناطق دي السنتر باك بيوسع بيدخل عليه فبتكون فيه مساحات هنا كتير وحصل إن فيه اللعب ده تشتت لدرجة ضربت المصيادة بتاعت السعودية وحطت المنتخب السعودي في انفراط أول خمس دقايق من المباراة وبالتالي بعد عشر دقايق قرر ريرينار إنه هو يرجع للطريقة اللي اللعبت ومتضرب عليها بشكل أحسن نلعب بأربعة واحد أربعة واحد مرة تانية ويبقى زي كأنه بيلعب بسلاسة في وسط الملعب بالشكل ده